لا تزال السلطات العراقية تنتظر الشروط الأمريكية لاستثنائها من العقوبات المفروضة على إيران وذلك على الرغم من مرور أسابيع على قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بنقل رسالة بهذا المحتوى إلى الإدارة الأمريكية وسط تخوف عراقي من أن يؤدي عدم استثناء العراق من العقوبات إلى انفجار تظاهرات ضد تردي خدمة الكهرباء التي صارت تعتمد على الغاز الإيراني بشكل أساسي رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان هيبة الحلبوسي قال إن العراق لم يتلقى أي رد رسمي على الطلب الذي قدمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرا لاستثناء بغداد من الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران على الرغم من مرور عدة أسابيع على الزيارة مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحدث عن ترتيبات زيارة رئيس الحكومة عاد العبد المهدي إلى واشنطن بعد تأجيلها عدة مرات في الفترة الماضية مضيفا أن الزيارة ستتناول ملفات عدة من بينها موضوع العقوبات على إيران وضرورة مراعاة وضع العراق فيما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني الحالي واعتبر المسؤول أن التزام العراق بالعقوبات المفروضة على إيران سيؤدي إلى كارثة حقيقية خلال فصل الصيف وقد يتسبب بخروج تظاهرات كبيرة وكان السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيد نجاد أشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستمنح إعفاءات للحكومة في العراق بغية موصلة التعاون الاقتصادي مع إيران شرط توقيع بغداد على اتفاقية للطاقة مع شركة أكسوموبيل الأمريكية حتى منتصف الشهر المقبل لكن مكتب عبد المهدي أحجم عن الإدلاء بأي تصريح حول هذه المسألة ويرى المراقبون أن المزاج العام للمسؤولين في بغداد يتوقع أن لا تمدد واشنطن للعراق دون شروط لكن حتى الآن لا أحد يملك غير التكهنات بنوع أو ما هي تلك الشروط وما يتم تدوله يتعلق بالشأن الأمريكي والحملات الانتخابية لترامب وقد يكون هناك استثناءات جديدة للعراق مقابل بعض العقود الكبرى التي تحتاج إليها الشركات الأمريكية وتحديدا تلك التي تريد تثبيت أقدامها في العراق ترجمة نانسي قنقر